بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم فيديو جديد على القناة فومكس فيديو النهاردة ان شاء الله جابلك فيه طريقة حسف حساب سامسونج من اي هاتف سامسونج بطريقة سهلة وطريقة جديدة بازن الله تابع معاه الشرح عشان ما نطولش هتخش على الستنجز هتلاقي عندنا هنا حساب سامسونج زي ما هنشايفينه بس انا مغطي الحساب لو دخلنا دلوقتي رجينا روحنا على ساين اوت عشان نعمل تسجيل خروج هيتطلب مني الباسورد زي ما هنشايفين ما قدرش ان انا دلوقتي اعمل فورمات او اعمل تسجيل خروج من التطبيق قلب الباسورد اروح دلوقتي على ايه اكاونت ان سيتنج واخش حسابات هنلاقي هنا حساب سامسونج موجود لو قلت له ريموف مش يرضى يتحزف وطبعا لو عملت فورمات برضو مش هيرضى يعمل فورمات قلب الباسورد اللي هو كان علينا بتأكدنا دلوقتي ان التليفون عليه حساب سامسونج اخش على المتجر جوجل بلاي واكتب التطبيق اللي احنا شايفينه ده التطبيق ده معروف ومشهور هتعمل له انستول التطبيق ده برضو بنستعمله في تخطي او تخطي حساب جوجل بعد ما يخلص معك تسبيت هتقول له اوبن طبعا لو انت معك الحساب بتاعك عمل حساب عليه قبل كده هتسجل الدخول على طول بتعمل تخطي وتعمل تسجيل دهول اما لو مش معاك هتعمله او تسجيل حساب هيفتح معاك الموقع اللي عامل حساب هوريك انا عامل حساب لكن انا هوريك هتجي تضغط هنا على اجري هيفتح معاك الصفحة التانية دي هتجي تضغط هنا على اليوزر نيم تكتب اسم هنا بالانجليزي وبعد كده تنزل لتحت تكتب الايميل بتاعك ولازم يكون ايميل صحيح عشان يبعت عليه التفعيل بعد كده تكتب باسورد ولازم يكون من ارقام وحروف وتعيد كتابة الباسورد وما تنساش تعمل حرف بالكابتر بعد ما تخلص الامور دي كلها تنزل لتحت شوية تضغط على ايام نوت وبعد كده تضغط بعد كده تيجي هنا تسجل الدخول بالايميل والباسورد اللي انت عملتهم او اليوزر نيم والباسورد اي ان كان انا هنا هخش ادخل الايميل والباسورد بتوع او اليوزر نيم والباسورد وبعد كده هقول له افتح معها بالشكل ده تيجي تكتب هنا اي اسم يعجبك اي كلمة انا هكتب هنا سامسونج مش شرط يعني وبعد كده تقول له نكست تفعل هنا ديفايس ادمن بعدين تقول له اكتف بعد كده تقول له نكست وتفعل خيار النوكس وبعدين تعلم هنا وتقول له اجري تنتظر ثواني حد ما يتفعل معك خيار النوكس طالما تفعل معك كده يبقى الطريقة نجحة معك ان شاء الله بعد كده تقول له فنش بعد كده هتروع الخيار الاولين اللي هو على الشمال فوق تعلم هنا وتقول له انتظر ثواني افتح معك بالشكل ده هتروع على خانة البحس من فوق تضغط عليها وتكتب ليه سامسونج اكاونت ايظهر معك سامسونج اكاونت بالخيار زي ما هشايفين تضغط عليه بعد كده هتروع الخيار التالت اكتيفيت هتنزل بقى لتحت كده وتبحس عن ادرس خيار اللي هنشوف دلوقتي قدامنا اللي هو تغيير الايميل تضغط عليها ضغطة هيفتح معك هتقول له اوبن هيفتح معك بالشكل ده ده الايميل بتاعنا وتحت منه الباسورد احنا ننزل تحت شوية ونقول له ساين اوت الخيار اللي ظهر قدامك ده وكده انت يعتبر خلصت وطريقة سهلة زي ما ولتلك وما فيش اي مشكلة لو راجعنا دلوقتي ودخلنا على الاعدادات هنلاقي الحساب مش موجود هنا كان موجود الاول زي ما كنا شايفين ولو رحنا دلوقتي برضو على اكاونت اند باكب هنروح هنا على اكاونت هنلاقي هنا حساب الجيميل بس هو اللي موجود حساب جوجل وحساب سامسونج تم المسحب لك كده كان ببساطة شرح النهاردة شرح بسيط وسهل وطريقة جديدة ياريت لو عجب الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة اتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل بدياتنا الجديدة تم معاكم مجدي منظور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا